لليوم السادس على التوالي لم تتوقف المعارك العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهات الجوف حيث تشهد خارطة المواجهات توسعا بوتيرة عالية بين الجيش والميليشيا في سلسلة جبال حام ونقطة الجرعوب ومحيط المجمع الحكومي بالمتون بعد سيطرة الميليشيا عليه خلال اليومين الماضيين المعركة لازالت في حام ومجمع المتون ومناطق تناء السابقة لم نفرط في شبر المنطقة العسكرية السادسة سطعت كسر شوكة الحوثي وهو يعرفها دائما وعبدا ويعرف ما هي الجوف تصاعدت حدة المعارك الدائرة بين الجيش والميليشيا بعد محاولة الأخيرة التقدم باتجاه مناطق سيطرة قوات الشرعية وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا وفقا لمصادر عسكرية أكدت سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا كما جرى تدمير آليات عسكرية تابعة لها في مواقع متفرقة من مديرية المتون الشمال غربي المحافظة تزامن ذلك مع غارات لطائرات التحالف استهدفت تعزيزات للانقلابيين شمال مديرية مجزر جنوبي الجوف بعد معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني في محيط مدينة براقش التاريخية التي استعادها الجيش بعد سيطرة الميليشيا عليها فيما لا تزال المعارك مستمرة على امتداد المناطق المتاخمة بين محافظتي الجوف ومأرب تصعيد الميليشيا في جبكات الجوف ومأرب دفع أبناء القبائل للالتحام بصفوف الجيش الوطني حفاظا على ما اسموها بالمكتسبات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية من سيطرة الشرعية ومواجهة ميليشيا الانقلاب وهو ما أكده محافظ الجوف اللواء من العكيمي الذي دعا أبناء القبائل إلى رفع الجاهزية القتالية ومواجهة ميليشيا الحوثي هكذا تسير العمليات العسكرية في الجوف وسط ترقب لما قد تحمله الساعات والأيام القادمة من تطورات على الصعيد العسكرية في حين تشهد المحافظة عزلة حقيقية بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على قطع خطوط الاتصالات والأنترنت وخروج شركتي سبأفون وموبايل الخاضعتين لسيطرة الميليشيا عن الخدمة في المناطق المحررة من الجوف علي الجرادي قناة بلقيس الجوف